موسيقى هذا البرنامج برعاية كيو ان بي السادة والمشاهدون الأفاضل أسعد الله أقاتكم بكل خير حلقة جديدة من عين على قطر الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر ينخفض بنحو 20% بالأسعار الجارية وينمو ب4% بالأسعار الثابدة وصندوق النقد العربي يتوقع نموها في الاقتصاد القطري عند 3.2% في العام 2016 واردات قطر من السيارات تنخفض 9% بنهاية فبراير وعادة سكان قطر ينخفض بنحو 19 ألف نسمة بنهاية مارس الماضي أرباح كيو ان بي تقفز بأكثر من 7% إلى مليارين وتسعمائة مليون ريال قطري السلام العالمية تستثمر أربعمائة مليون ريال قطري في قطاع التزيئة هذا العام ومجموعة إزان القابضة تصدر سقوك بقيمة مليارين دولار وتتوسع باتجاه أمريكا وأوروبا وأفريقيا المشوار ابتدى أهلا ومرحبا بكم انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية بنسبة 20% إلى 174 مليار ريال في الربع الأخير من العام 2015 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014 بينما نمى الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 4% إلى أكثر من 200 مليار ريال مقارنة بالربع الرابع من العام 2014 هذا وانخفضت تقديرات الناتج المحلي الإسمي لقطاع التعدين والمحاجر بنسبة 44.5% إلى 47 مليار و700 مليون ريال في الربع الأخير من العام 2015 بفعل تراجع أسعار النفط والغاز حصلت مجموعة كيون بي على موافقة مصر في قطر المركزي والسلطات التركية لإتمام عملية الاستحواذ على فايننس بانك بقيمة 3 مليار و80 مليون دولار ويعتبر فايننس بانك خمس أكبر بنك في تركيا ويملك 650 فرعا وقاعدة عملاء تزيد عن 5 مليون و300 ألف عميل انخفضت واردات قطر من سيارات النقل خلال شهر فبراير بنسبة 9% مقارنة بشهر يناير الذي سبقه وبلغت فتورة السيارات المستوردة نحو 800 مليون ريال مقارنة ب886 مليون ريال في يناير 2016 بينما بلغت الفتورة الإجمالية في العام 2015 أكثر من 11 مليار ريال فرض بنك إنجلترا المركزي غرامة مالية على الوحدة التابعة لمصرف قطر الإسلامي في لندن غرامة مالية قدرها نحو مليوني دولار أمريكي وذلك بسبب عدم إبلاغ البنك المركزي بموارده المالية عامي 2011-2012 انخفض عدد سكان دولة قطر بنحو 19 ألف نسمة خلال مارس الماضي ليبلغ نحو مليونين وخمسمائة وسبعة وعشرين ألف نسمة مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه بنسبة 17% هذا ويعتبر هذا الانخفاض هو الأول من نوع الذي تسجله الدولة في ظل معدلات نمو كبيرة سكانيا تزيد عن 8% سنويا استحوذت شركة كتارا للضيافة الذراع الاستثماري لصندوق السروة السيادي على 30 فندقا خلال العامين الماضيين هذا ويبلغ عدد الغرف الفندقية التي تمتلكها كتارا للضيافة 7172 غرفة تتوزع بين 3340 غرفة في قطر و3830 غرفة عالميا بشكل فاقة التوقعات مجموعة كيومبي المالية تفسع عن بيناتها المالية للربع الأول هذا العام نسبة نمو بأكثر من 7% مليارين وتسعمائة مليون ريال قطري نسبة نمو في الموجودات تفوق الخمسمائة خمسين مليار ريال قطري كذلك أيضا محفظة القروض تناهز الأربعمائة مليون ريال قطري وكذلك أيضا الديون المتعثرة تنخفض إلى 1.4% فقط مجموعة كيومبي المصرفية تفتتح موسم إعلان البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة قطر للربع الأول من العام 2016 بأرباح فاقت التوقعات وقاربت المليارين وتسعمائة مليون ريال وبنسبة نمو ناهزت 7% عن الربع المماثل من العام 2015 ارتفاع الإرادات التشغيلية إلى 4 مليارات ومائة مليون ريال وصاف إرادات الفواد إلى 3 مليارات و300 مليون ريال فضلا عن المحافظة على نسبة كفاءة المصرف إلى الإرادات عند 22.5% ساهمت بمجملها في الزيادة الربحية وارتقاء موجودات البنك بنسبة 10% إلى 550 مليار ريال وذلك من خلال النمو الكبير في محفظة القروض والسلف بنسبة 16.5% لتصل إلى 400 ومليار ريال قطري وحافظ كيومبي على معدل القروض غير العاملة عند مستوى 11% وتم تغطيتها بمخصصات نهزت 120% بموازات ذلك ارتفعت وداع العملاء بنسبة 10% لتصل إلى 403 مليارات ريال ما قلص من نسبة القروض إلى الوداع إلى مستوى 100% تقريبا هذا وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% ليصل إلى 60 مليار ريال كما بلغ العائد على السهم 3 ريالات و40 درهم وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 15.8% هذا وقد تأثر نمو البنك بفعل الانخفاض الكبير في قيمة العملة المصرية ما أدى إلى انخفاض إجمالي الموجودات بمبلغ 7 مليارات ريال قطري والوداع بخمسة مليارات ريال قطري يعتبر القطاع المصرفي في قطر هو صمام الأمان وهو العمود الفقري للاقتصاد القطري نسبة نمو في حجم الاستثمارات في هذا القطاع المحلية عنده 132 مليار ريال قطري حجم الاستثمارات الخارجية للبنوك المحلية تقريبا عنده 50 مليار ريال قطري البنوك الإسلامية في العام 2015 استطاعت أن تسجل معدلات نمو إيجابية تقريبا 24% خاصة من طرف مصرف قطر الإسلامي وكذلك أيضا مصرف الريان استثمارات البنوك المحلية في قطر تناهز 132 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي منها 48 مليار ريال للبنوك الإسلامية وفقا للبيانات المالية المجمعة لدى مصر في قطر المركزي في حين حازت البنوك التقليدية على إجمالي 81 مليار و600 مليون ريال ومليارين و200 مليون ريال للبنوك المتخصصة قطاع المصرفي في قطر حقق نتاج أعمال للفترة الماضية جيدة مقارنة بالقطاع المصرفي في الدول الأخرى شاهدنا نمو ملحوظ في نتاج الأعمال على مغلب الشركات الموجودة بهذا القطاع شاهدنا النشاط ونمو خاصة على المصرف الإسلامية حققت نمو العام الماضي بمعدل 24% مقارنة بالعمل الذي سبقه نتوقع بالنتاج أعماله ستكون جيدة خاصة بفي توجه من قبل غالبية البنوك الحالية بالدخول في أسواق جديدة وفتح فروع جديدة في أسواق خارجية أما الإستثمارات المحلية بالنسبة للبنوك الأجنبية فهي عند 6 مليارات ريال منها مليار و300 مليون ريال للبنوك العربية و4 مليارات و600 مليون ريال للبنوك الأجنبية فيما حافظت البنوك المحلية على حجم الإستثمارات في الخارج عند 50 مليار ونصف مليار ريال في فبراير 2016 هناك توجه واضح لدى أغلب البنوك باستثمارات جديدة بتوسعات جديدة خارج المنطقة حاليا طبعا هذا شيء كما أشارت ناتج عن عمليات ضعف السيولة في السوق وضعف الاستثمارات الجديدة أيضا في الأسواق في ظل تحجيم الإنفاق الحكومي بشكل عام لذلك هذه التوجهات نحو استثمارات خارجية نحو استحوازات على بنوك شاهدنا في تركيا في مصر في أوروبا ممكن يكون هذا التوجه القادم وبلغ حجم الاتمان المحلي بالنسبة للبنوك القطرية عند 660 مليار ريال بنمو قارب واحدا في المئة منها 187 مليار ريال تمويلات إسلامية مقابل تراجعا طفيف من قبل البنوك التقليدية عند 463 مليار و200 مليون ريال بالنسبة لعام 2016 كن صريح معاك عام في تحدي ولكن نحن متفائلون بعام 2016 وذلك بسبب مهم جدا وأننا لاحظنا موازنة دولة قطر لعام 2016 هي موازنة أيضا فيها الكثير من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وكما تعرف القطاع المصرفي سوف يكون المستفيد الأول من هذه المشروعات وكانت البنوك القطرية قد حققت العام الماضي أرباحا نهزة 20 مليار و300 مليون ريال مقارنة ب19 مليار و200 مليون ريال في العام 2014 بالتوازي مع ارتفاع الأصول لدى البنوك المحلية بنسبة 7.4% في أحدث التقرير الصادرة عن صندوق النقد العربي توقع بأن ينمو الاقتصاد القطري في العام 2016 بـ 3.2% على أن ترتفع هذه النسبة في العام المقبل 2017 إلى 3.5% أيضا التقرير توقع أن يتحول الفائض في الميزان التجاري للدولة من فائض بـ 7.5 مليار دولار إلى عجز مقدر بـ 4.5 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الحالي طبعا تراجع أسعار الطاقة وانخفاض الطلب وكذلك أيضا الانتهاء من عدد من المشاريع في مجال البنية التحتية وانخفاض عدد السكان والعمالة كلها عوامل سوف تؤثر في حجم النمو في الاقتصاد المحلي الاقتصاد القطري سينم بنسبة 23% العام الحالي بحسب توقعات صندوق النقد العربي وـ 3.5% العام 2017 نمو مدعوم بتعافي أسعار النفط والغاز ووصول الانتاج في حقل برزانة للطاقة الانتاجية القصوى ودخول مصفات رأس لفان 2 مرحلة الانتاج نهاية العام الحالي القطاع غير النفطي سيغاصل طباطؤه في العام 2017 بحسب النقد العربي وذلك مع وصول الانفاق على مشروعات البنية الأساسية لحدوده العليا واستقرار النمو في قطاع التشييد والبناء واستمرار تراجع تدفق العمالات الوافدة إلى الدولة الخليجية الفائض في الميزان التجاري القطري سيتراجع في العام 2016 إلى نحو 34 مليار دولار بما يمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبب تراجع مستويات أسعار النفط العالمية ما يعني تراجع الصادرات السلاعية إلى نحو 66 مليار دولار في حين يتوقع الصندوق ارتفاع الواردات بنسبة 6.7% لتسجل نحو 32 مليار دولار ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان الخدمات والدخل ليصل إلى رحو 21 مليار دولار وكذلك العجز في صاف التحويلات إلى 17 مليار ونصف مليار دولار مع زيادة عدد العمالة الوافدة في العام 2016 وعليه فمن المتوقع أن يتحول الفائض في الميزان الجاري من نحو 7 مليار ونصف مليار دولار في العام 2015 إلى عز قدره 4 مليار ونصف مليار دولار في العام 2016 ما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي القطري عزيزي المشاهدين ما زلنا معكم في هذه الحلقة من عين على قطر في قسمنا الثاني سوف نكون بوقفة تفصيلية ما أهم الجمعيات العمية التي عقدت في قطر هذا الأسبوع لا تبتعدوا كثيرا ابقوا معنا هذا البرنامج برعاية QNB مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين ومتابعة للقسم الثاني من حلقة عين على قطر كما كان متوقعا مساهمون شركة السلام العالمية يصادقون على البيانات المالية للشركة والمركز المالي وحساب الأرباح والخسائر وكذلك تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بواقع ريال عن كل سهم مملوك بتاريخ منعقاد الجمعية رئيس مجلس الإدارة السيد عيسى أبو عيسى تحدث لCMBC عربية بين عام 2017 سوف يكون هو عام التحدي أمام الشركة وأن الشركة هذا العام سوف تحاول استثمار 400 مليون ريال قطري في مشاريع التزيئة داخل وخارج قطر طبعاً يعني 2016 أنا مش خايف منها 2016 بالعكس بالنسبة إلنا ولا أعتقد لمجموعة جيدة من الشركات الإخوان اللي تحدثت معهم بالدائرة الاقتصادية 2016 ما أعتقد حيكون هداك الشيء اللي صعب الشيء اللي صعب هو 2017 ف2017 يعني إحنا عم بنحضر حالنا من السنة هذه لـ 2017 نشوف شو إيش اللي حيصير إيش حيصير بمشاريع الدولة إيش حيصير بالبترول المشكلة إنه الموضوع موضوع سياسي أكتر ما هو موضوع اقتصادي تحسب إيش الواردات وإيش الصادرات وإيش الأرباح وإيش الخسائر الوضع كله في مهب الريح لما يكون الوضع الاقتصادي الوضع السياسي متأزم تتأزم كل ما حواليه أنت عم تقول عام 2017 عام صعب وبالتالي بدأتوا تتحفظوا طب أنت اليوم زعت ريال كامل علما أن العادة على الساهم عند 99 درهم لماذا كل هذا السخة وعند لديك استحقاقات يعني والوضع مبهم إحنا بالحقيقة التوزيع تبعنا بنحاول نحافظ على مستوى من التوزيع اللي هو يتأمل المساهمين من عنا فإحنا بس ولكن كمان عارفين بنفس الوقت أنه عندنا سنة جيدة 2016 عند الشركة فعندنا مشاريع وعندنا توفير مصاريف كبير جدا وإحنا مجرد إحنا نطلع من نشاطات المقاولات أو نخفضها ونخفض خسائرها هذه بتنعكس بشكل ممتاز على ربحية الشركة بشكل عام لأن الشركة كانت مثقلة في آخر ثلاث سنوات بشكل كبير جدا بقطاع المقاولات فهذا الحمد لله السنة خلصنا من المشاريع اللي كان بين إيدينا خلصنا من مصاريف كثير منها خففنا الخسائر فبنعتقد أن الشركة حتكون بوضع جيد جدا طب عم تقولي إذا خفض الأنفاق وفي استغناء وظائف عندك؟ لا استغناء موظفين إحنا باستمرار على فكرة في عنا مراجعة باستمرار على كل مصاريفنا من هالموظفين فأول بأول بنحاول أنه نخفف مصاريفنا ونضغطها ونشتغل حسب ما يحتاجه العمل بشكل كبير المصاريف الثاني زي ما حكيت لك الاستغناء هو هيصير على الشركات اللي إحنا بدنا نقلصها مش الشركات العاملة وهي شركة أو شركتين فقط مش أكتر من هيك فهناك من هذول الشركتين هو كان علينا عبء كبير جدا بمشاريع أخذناها من سنتين وثلاثة طبعا لها ألف سبب ليش صار فيها هيك بس ولكن حدثت وإحنا عم نتعامل معاها وبنحاول أنه كمان زي ما حكيت لك أنه إحنا نكون عند حصن ضن المساهمين بحيث أنه نقدر نخدم مساهميننا ونخدم الشركة بنفس الوقت المركز المالي للشركة قدرت على سداد التزاماتك كيف توصفه؟ والله ما حد الآن ممتاز جدا وما عنا أي مشكلة عنا توسع السنة بحوالي بين 300 و 400 مليون ريال في قطاع المفرق عم نفتح حوالي ديبارتمنت ستور 9000 متر ونفتح حوالي 45-50 محل في ثلاثة شوپنج سنتر جايين يعني وهذا بتعرف قطاع التجزئة في ضغوط عليك من الشركات في ضغوط عليك من السوق أنك تتحرك به الاتجاه هذا فهذه هي حتكون المهمة تبعتنا بالنصف الآخر من الثاني من 2016 والربع الأول من 2017 أيضا بدورهم مساهموا شركة أو مجموعة الزان القابضة يصادقون على إصدار سكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي وذلك لتمويل نشاطات المجموعة وكذلك أيضا سداد مديونية التي تتجاوز حاليا 15 مليار ريال قطري تمت المصادقة على التوزيعات 5% و50 درهم لكل سهم مملوك بطريق انعقاد الجمعية السيد علي العبيدي وهوريستان فيدي للمجموعة حدث لسي أم بيسي عربية عن توسعات للشركة خاصة في النصف الثاني من هذا العام باتجاه أوروبا أمريكا وكذلك أيضا أفريقيا طبعا اليوم بشكل مختلف اليوم هي عبارة عن سكوك وليس اقتراض مباشر وهذا بالحقيقة يعطي كردت لمجموعة الزان القابضة لأنها رح تدخل الأسواق الدولية وهذا حقيقة نقلة نوعية وأيضا فيها توسيع لقاعدة الاقتراض للمجموعة طبعا القروض لن تستهلك مرة وحدة هكذا 2 مليار دولار أعتقد رح تبرمج من بين 18 إلى 24 شهر حسب الاحتياج الهدف الأساسي من هذه القروض هي توسع المجموعة وتشييد العديد من المشاريع المستقبلية والحالية للمجموعة وقد نرى بالمستقبل إذا كان تكلفة هذه الصكوك مقبولة يمكن أن تسدد من خلالها التزامات قائمة عن المجموعة إذا كانت مكلفة نظرنا في البيانات المالية أن هناك شكات مرتفلة ترتجع تقريبا 114 مليون حطيم مخصص 68 مليون في مشكلة بالسداد في مسأجرين عام يخرجوا في تعثر مالي أنت اليوم تتكلم عن 20 ألف وحدة سكانية وتتكلم عن 3000 غرفة فندقية لا شك أن هذا حقيقة الرقم كبير ولكن 114 مليون لا تخص عام 2015 وأن بعض هذه المدينيات يرجع إلى 2010 و2011 تم اعدام بعض هذه المدينيات لكن لازمنا في مقاضات المتتخلفين عن السداد وبالتالي حقيقة الرقم يعني ما هو كبير وإنما في حدود المعقول وما أعتقد أن حقيقة مبالغ فيه لأول مرة عم نشوف أنه انخفاض في عدد سكان الدولة 20 ألف بشهر مارس كثير من الشركات عم تستغني عن الموظفين بالتالي أنت عندك نسب إشغال 93% متوقع تحافظ على هذه النسبة وشو مشاريعك في إدخال وحدات سكانية بالعام 2016؟ بداية العام في يناير 2016 كانت نسبة إشغال عندنا 92% الآن بفضل الله يعني ارتفعنا 1% إلى 93% الطالبات الحالية الموجودة في البايبلاين بحدود نص إلى 1% فنحن مش متخوفين من نسبة الإشغال لأن طبيعة سكن إزدان الذي نقدمها للجمهور حقيقة ذو إقبال كبير من الناس وحقيقة يعني دايما نقول نحن أحيانا بالأزمات ننتعش من حيث نسب الإشغال لدى المجموعة استحقاقك في العام 2016 عندك مجموعة من المشاريع بدك تفتتحها كيف حجم الاستثمار المرصود حتى العام 2017؟ نحن في 2016 إن شاء الله ستتحمل إزدان الوكرة وإزدان الوكير وفندق الشمال وفندق الكير وأيضا عندنا مشروع ضخم وهو واحد إزدان نتوقع إن شاء الله بيناير 2017 المرحلة الأولى تكون جاهزة للتأجير للسؤال الأهم الناس كلها تسأل عنه إزدان تتملك حصص في شركات موجودة في البورصة القطرية بعض صدور قرار من هيئة قطرة الأسواق المركزية أنت لابد من الالتزام به التخرج من نسبة بمحيث تسمح بالنظام الأساسي وبنوك 5% خطتك خلال 5 سنوات لهذا التخرج عندك قيمة أسهم بـ 5.5 مليار ريال طبعا إزدان تحترم كل القوانين وتقيد بكل القوانين وأي تعديلات في القانون لا شك أن إزدان من أواء الناس التي ستلتزم فيها ولكن مثل ما تفضلت نتكلم عن 5 سنوات قادمة وحجم المحفظة مقارنة بالقيمة السوقية لبورصة قطر لا تتعدى حقيقة 2-2.5% فإن شاء الله خططنا للتخارج إن شاء الله ستكون واضحة خلال الأشهر القادمة إذا كان هناك تخارج بمعنى إذا تبقى القانون كما هو إن شاء الله إحنا 100% ستلتزم بالقانون وأنتوقع أن أيضا تخارجنا من السوق يخلق أي تداعيات سلبية بالسوق لأننا عندنا خططنا وتكنيكاتنا الداخلية إن شاء الله التي هي وفق القانون هاية قطر السوق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة سؤال الأخير إزدان سوف تخرج خارج حدود دولة قطر باتجاه أفريقيا وباتجاه لندن حسب ما فهمت إحنا استثمار خارجي في بالنا حقيقة وتم منقشته كثيرا في مجلس الإدارة وعلى وشك إن شاء الله الإعلان في الربع الثاني عن توجهاتنا الخارجية سواء أوروبا أو أفريقيا أو أمريكا راح إن شاء الله نعلن للجميع ونخطر كل جهات ذات الإعلاقة عن توجهات إزدان في هذا الخصوص وإن شاء الله أيضا هذا شيء إيجابي لأن التركز أيضا وإن كان حقيقة في بلد واعد مثل دولة قطر لكن أيضا جزء من الأصول تخرج خارج الدولة من حيث تشتيت المخاطر هذا حقيقة شيء جيد وإحنا إن شاء الله حددنا الأسواق تقريبا وحددنا الجهات التي نرغب الاستثمار فيها ولكن لازم حقيقة متريثين نرتقب حقيقة بعض الأحداث التي يمكن أن تكون خلال شهر أربعة وشهر خمسة وتوقع قبل ربع ثاني إن شاء الله نعلم عن خطتنا في هذا الخصوص يعني عام 2016 والعام الذي سوف تنطلق فيه إزدان خارج حدد دولة قطر باتجاه أوروبا وممكن أمريكا وأفريقيا نأمل ذلك إن شاء الله وهذه حقيقة الخطة إن شاء الله وبهذا اللقاء أزائي المشاهدين تكون حلقة عين على قطر قد وصلت إلى آخر محطاتها في الأسبوع المقبل نلتقي إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية QNB